استقبل وكيل مجلس الشيوخ المستشار بها أبو شقة نيابة عن رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس برلماني زنبابوي جاكوب مودندا والوفد المرافق له وخلال اللقاء أكد المستشار بها أبو شقة على أهمية العلاقات البرلمانية بين مصر وزنبابوي كما أكد على موقف مصر الداعم دائما لكافة القضايا الإفريقية من جانبه أكد رئيس برلمان زنبابوي على تقدير بلاده لأهمية دور مصر وثقلها في محيطها الإقليمي والدولي مشيدا بما تشهده مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي